ومن بيروت ينضم إليه الكاتب والبحث السياسي علي أحمد أستاذ علي كقراءة في هذه التطورات المتلاحقة حقيقة أي مخاطر على نشوب صراع في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية الآن وكيف نتوقع رد حزب الله هذه المرة المخاطر كبيرة وخصوصا بأن الجهد الإسرائيلي منصب على رفع مستوى المواجهة لأن الإسرائيليين واضح بأنهم لا يريدون الاستمرار في هذا الوضع المشاغلة والمناوشة وصولا إلى حرب الاستنزافة التي يقوم بها حزب الله ولحزب الله مصلحة بحرب استنزافية طويلة الأمد لأنها مريحة له لكنها غير مريحة للإسرائيليين وبالتالي التصعيد واضح من الجانب الإسرائيلي وسوف يستمر صعودا طالما لم يتوقف حزب الله عن الاستهدفات نحو الداخل الإسرائيلي للعلم وهناك معلومات لدينا في بيروت تشير بأن المستهدف اليوم القيادي وسام طويل هناك معلومات من داخل إسرائيل تقول بأنه كان على رأس العملية أو كان قاضى عملية استهداف مرصد الإسرائيلي في جبل ميرون أو ما يسمى بالجرمق وبالتالي هذا كأنه رد مباشر على العملية التي استهدفت هذا الموقع المهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي بـ 62 صاروخا قبل ثلاثة أيام ردا على اغتيال القائد في حركة حماس بالتأكيد وأريد أن أتوقف أيضا عند أهمية خاصة أنه بالبيان الرسمي لحزب الله لأول مرة يتحدث عن قائد كبير أو مسؤول كبير داخل التنظيم لكن أيضا فيما يتعلق بما انطلقت منه وهو مسألة الحرب الاستنزاف اللي يتقصدها حزب الله لكن لا تكون هذه حرب استنزاف متبادلة من الطرفين خاصة في ظل الخسائر الكبيرة لنلتها قوة الردوان أو وحدة الردوان وهي وحدة النخبة داخل حزب الله خلال الفترة الماضية الخسائر التي تكبدها حزب الله نفسه في العتاد وكذلك لجهة الموارد البشرية أو جنود أو عناصر داخل الأراضي اللبنانية وداخل عناصر حزب الله وبالتالي هل هنا إسرائيل تتجه إلى استراتيجية جديدة مرحلة جديدة للهجوم لتغيير قواعد الاشتباك نعم هذا أمر واضح جدا وهناك المعلومات التي كما تعلمين وأنت متطلعة أيضا على هذا الأمر مثلك على النصائح التي أزديت للجيش الإسرائيلي من قبل عدد من الضباط الكبار السابقين الذين قالوا عليكم أن تنتقلوا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم لأنه ربما وصولا إلى حرب وإن كانت هذه الحرب محدودة من أجل تغيير قواعد اللعبة وتغيير الوضع على الحدود الشمالية هذه نقطة شديدة الأهمية إضافة إلى التوقعات بأنه يمكن لحكومة بنيمي نتنياهو أن تتخذ قرار بشن حرب محدودة على حزب الله بشكل يتناقض مع التوصيات الأمريكية لأنه إسرائيل تعتبر بأنه الوضع لم يعد يحتمل من هذه الناحية من الحدود إنما لنتحدث عن حزب الله أولا المستهدف اليوم هو حسب معلوماتنا أيضا في لبنان بأنه من أعلى ربما قد يكون الضابط الأعلى في هذه القوات قوات النخبة الموجودة على الأرض في منطقة الجنوب إذن لذلك يقال بأنه حكي بأنه الاستهداف كبير ومؤلم بالنسبة لحزب الله وهناك اختراق استخباراتي واضح من أجل استهداف هذا الشخص الذي كان يتنقل بسرية تامة في كل هذه المناطق وليست المرة الأولى ثانيا بالعودة إلى ما حصل في مطار بيروت وهو كان البارحة من اختراق وقرصنا لأنظمة إلكترونية وأنظمة مراقبة الأمتعة في مطار بيروت ولوائح الأعلانات التي سطرت فيها أعلانات ورسائل لحزب الله وللبنانيين أيضا هذه مؤشر بأنه المطار بيروت مطار رفيق حريري الدولي هو في مرمى الأهداف وفي بنك الأهداف وموجود على هذه اللائحة هذا المصار التصاعدي هل هو الهدف منه تقريب أو فرض المصار التفاودي أم ضرب هذا المصار التفاودي لأنه لدينا الجانب الإسرائيلي يقول أنه مع الضغوط الأمريكية ومع الزيارة الأمريكية زيارة بلينكين يقول أنه نافذة تضييق لكن حتى تصريحات وزير الدفاع لوول ستريت جورنال وزير الدفاع الإسرائيل يقول أنه مواجهة مع حزب الله ليست أولوية لكنهم جاهزون لتدمير لبنان وحتى تكرار سيناريو النسخ واللسق مثل ما قال لحد تعبيره غزة في بيروت لكن قال أنه أو حدد مسألة إذا لم يتم التفاوض على اتفاق يسمح بعودة سكان البلدات الوحادية أو المستوطنات الوحادية وبالتالي هناك بوابة لفرد تسوية ما لا تزال قائمة كان يحكى النظرية الأمريكية والتي طلعنا عليها وهذه ما أبلغ بها المسؤولون اللبنانيون الرسميون هؤلاء لا يملكون قرار الحرب والسلم في لبنان رئيس الحكومة وزير الخارجية وزير وزارة الدفاع يعني قرار الحرب والسلم هو عند حزب الله تم مصادرته بشكل كامل وتام الآن النظرية الأمريكية تقول فلنذهب نحو حلول سياسية لكي نتدرك الوضع على الأرض ولكي لا تنشوب حرب ولا نعطي فرصة لنشوب حرب بمعنى طرح مسألة التسوية النهائية لترسيم الحدود البرية أسوة بالبحرية قبل عامين بين لبنان وإسرائيل هناك 13 نقطة متنازع عليها وهذه معروفة وهناك النقطة الأخرى الشديدة التعقيد لأنه في ثلاث أطراف معنيين فيها الطرف السوري الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي وهي مسألة مزارع الشبعة وهناك حلول خلاقة كما يقال في اللغة الدبلوماسية من أجل يطرحوا الأمريكيون اختراح بنقل ولايتها من القرار 242 إلى القرار 425 بمعنى آخر الأمم المتحدة تضع يدها على الموضوع تتولى زمام الأمور هناك بانتظار الحل النهائي ربما بعد عام أو عامين الآن المشكلة أننا في سباق محموم ما بين الحرب والتسوية وهنا خطورة الموضوع لأن حزب الله يرفض أي تسوية قبل وقف الحرب في غزة وهو يريد أن يشكل عنصرا ضاغطا في الحرب في غزة الإسرائيليون لن يوقفوا وواضح لن يوقفوا حرب غزة ولذلك الخطر كل الخطر هو أن تنشب حرب أخرى في لبنان ولسيما أن التوصيات تقول على الإسرائيليين أن يركزوا في الجبهة الشمالية شكرا جزيلا لك إذن ضيفي من بيروت الكاتب والبحث السياسي علي أحمد